فيها يا صديقي فيه موضوع أنا عمل أفكر فيه من صباحيات ربنا موضوع إيه؟ ردا أنا عايزة أرجع الكبارية تاني كبارية إيه؟ هو أنت مش قلت على جثتي؟ ده في الأول يا ردا أما كنت فاكرة أن الموضوع اختياري لكن دلوقتي اتأكدت أنه هو إجباري عشان حكايته مؤمل؟ مش هو مؤمل لوحدها يا ردا تفتكر فيه كام تاني مؤمل؟ كتير للأسف خلص بقى يبقى ما بدهاش يا ردا مش عارف يا صديقي مش عارف مش عارف إيه بس يا ردا مش أنت لو كنت عايز ترجعني هناك لا أنا كنت بفكر معاك بصوت عالي وإنت كان عندك حق الناس دي مش سهلة يا صبري وإحنا لو عملنا كده يبقى رايحين ندخل جحر التعابين بنفسنا وأنا مبقاش فريق مع أي حق يا ردا وعندي استعداد عمل أي حاجة بس أنا خايف عليك يا صبري ما تخاف يا ردا ده أنت على طول اللي بتأويلي قلبي ولا أنت بقى مصابتش عليكم وأميل دي عطاعت قلبي ده غير أمال بقى كل ما بص في عينيها أقول يا ريتني كنت أنا اللي مبص شفادي الشر عليك يا ردا الشر طايلنا كلنا يا صبري لما حد بيجراله حاجة كلنا بنبص عليه والمصمص شفايفنا والأولي عيني ما عرفش إن الدور حيجي علينا يبقى خلاص يا ردا إيدك في إيدي مو أنا ربنا شايف شايف عاطف شايف عميلها فيلة ايه اللي تروحيها يا صابرين ومهلوا بس يا أبي إنت تخرس خالص إنت بالذات مش عايز أسمع صوتك قبلها ده بس يا ردا خلينا فقط بالراحة بالراحة الزاي يعني يا صابريني أنت حجننيني إذا كنت النهاردة كنت حجنن وإحنا قاعدين في وسط نقاس وزحمة وعيني دي ما تشالتش من عليك عايز أنا أوافع إنك تروحي معا الفيلة لوحدكو ليه يعني؟ فاكراني إيه؟ ببغيل علي دي اختي حلوة بطة 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 لو سمحتي ملكيش دعوة بخدودي اللي انت بتعملي ده مش هيقصر فيا أنا أصلاً اللي فيا مكفيني عارف يا ردا؟ إنت لما كنت شرميت علي اليمين ساعة ما قفشتني بغني من وراك في الكبارين إنت كنت قليت قوي من نظري قوي وأنت مش عارفة غلوتك عندي يا بيت ولا إيه؟ والنبي عارف بس قلت أتأكد القوي إحنا في إيه ولا في إيه؟ ما نخلص بقى أنا قلت لأ يعني لأ يا بيت شكري غياد يا سألت عنه كويس ده لأنا ما بيستقش في حد أبداً يعني أكيد لو في أي حاجة بدينه مش هيحطها لها في البيت ولا في المستشفى أكيد هيبقى نكمرها في الفيلا دي خلاص يبقى نشوف أي حل تاني إنت عارف كويس قوي يا ردا إنه مفيش أي حل تاني وإنه لو في حد يقدر يدخل الفيلا دي فالحد ده يبقى أنا وبس لا ياختي مش هتبقى أنتي وبس هتبقى أنتي وهو والشيطان تالدكو ده أنتو هتلاقي الشيطان قاعد هناك إجارة دي لا هو ولا الشيطان يقدر عليها دي المرأة التي غلبت الشيطان أنا شفتها بتتدوله بالروسية وسياحة دامه أهو قالك أهو اسمعني بس يا ردا اسمعني بس تحت بنا يا بقى أنتو كده كده هتبقوا واقفين تحت الفيلا يعني أنا لو جرلي أي حاجة هستنجد بك وأنتو وإليلا هقضيها معه خلاص